أهلا بكم حكومة السودان تقص شريط المئوية الأولى من عمرها مدة زمنية وجيزة شهدت أحداثا حافلة وقرارات جوهرية تجاه قضايا مصيرية 11 أولوية عكفت حكومة السودان عليها ما بين تخطيط وتأهيل وتفعيل وتنفيذ سنستعرضها واحدة تلو الأخرى بالتفصيل الأمن يتقدم الأولويات فالأمن مفتاح الاستقرار وجاذب الاستثمار أصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني خلال المائة يوم 36 قرارا وتوجيها للقطاعات الأمنية تنوعت بين تفكيك شبكات تهريب النفط واعتقال 49 متهما بالتهريب وإعادة النظر بعقود التسليح إلى جانب سحب الجيش من المدن وإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة وعقد اتفاقات مع دول عدة لتعزيز قدرات القوات الأمنية بالتدريب والمشورة في ملف العلاقات الخارجية نسج السوداني خيوط التقارب الإقليمي والدولي بعيدا عن سياسة المحاور زيارات متتابعة لدول الجوار والعالم لتعزيز التعاون رافقها تأكيد من الأمم المتحدة على دعم أولويات الحكومة وعقبها مشاركات في قمم عربية وإقليمية ودولية وذلك لتعزيز الشراكة خلصت إلى مباحثات وتفاهمات لتأمين حصة العراق المائية وتحريك عجلة الاقتصاد والإعمار في ملف مكافحة الفساد أكد السوداني أن لا خطوط حمراء لضرب الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة لنتابع في مسألة مكافحة الفساد الإداري والمالي سنتابع أي متهم داخل أو خارج العراق في أي مكان في أي بقعة أي اسم يرد في التحقيقات ويتم إثبات تورطه أي كان سوف يتم إلقاء القبض عليه الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر أولوية تتقدم المنهاج الوزاري وهنا لا بد من الإشارة إلى نجاح الحكومة في ملف تأمين البطاقة التموينية وأيضا السلة الغذائية للعراقيين لنتابع حقدنا سلسلة اجتماعات مع وزارة التجارة والشركات المعنية بشأن تحسين مفردات البطاقة التموينية وما يترتب عليه من إعانات نقدية وكذلك خدمات أخرى تتعلق بخدمات الصحة والتربية والسكن محاربة ظاهرة الفقر وهذه الظاهرة التي استهدفناها بإجراءات وليس بخطب وإعلانات وكلام إنشائي في ملف الصحة شرعت الحكومة بتنفيذ قانون الضمان الصحي وافتتحت مركز ديلزا لمرضى العجز الكلوي بسعة واحد وثمانين سريرا بمدينة الطب ومركز الكوثر للطب النووي في البصرة وعادت افتتاح مستشفى الكاظمية في خمسين يوما وعممت تجربة تأهيله على عشر مستشفيات أخرى صاقة حكومية أنعشت قطاع الكهرباء تنفيذ مشاريع الدورة المركبة لتوفير 3500 ميجاواط خلال سنتين وعقد اتفاقات ستراتيجية مع سيمينز الألمانية لنتابع تفاهم وحظية بالموافقة والتوقيع بين وزارة الكهرباء وشركة سيمينز يهدف هذه الاتفاق إلى زيادة الطاقة الانتاجية من الكهرباء وبنفس الوقت تحسين عملية النقل والتوزيع التي سوف تساهم قطعا بتوفير طاقة كبيرة تمثل ضاععات اليوم محرومة منها الشبكة الوطنية في ملف البطالة استحدثت الحكومة درجات وعناوين وظيفية للأوائل وحملة الشهادات وأطلقت الاستمارة الإلكترونية لأكثر من سبعين ألفا منهم فيما قررت تثبيت المحاضرين في التربية والعاملين بصفة عقود في الكهرباء والنفط وأسست صندوق التنمية وضمنته بالموازنة لخلق الآلاف من فرص العمل في ملف الإصلاح المالي والإداري خلال مئة يوم ألغت حكومة السودان الأوامر الديوانية والتعينات الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال وحركت عجلة 1450 مشروعا متلكئا وأوقفت الاستثمار في محيط مطار بغداد الدولي الزراعة أو النفط الأخضر كانت من بين أولويات حكومة السوداني بجملة قرارات نستعرضها معا الإعداد للخطة الزراعية بعد موافقة وزراء الزراعة والموارد المائية الخطة سوف تكون بحدود خمسة مليون وخمسمائة ألف دونم للمساحات المروية والتي تحتمد على المياه الجوفية ضمن الخطة سوف تلتزم الحكومة بتأمين كافة مستلزمات البذور والأسمدة والمبيدات للفلاحين حقوق الإنسان حجروا أساس في منهاج حكومة السوداني حيث استقبلت أكثر من ثلاثة ألاف شكوى ضد لجنة الأمر الديواني رقم 29 سيئة الصيت وحالت متهمين إلى المحاكم فيما أصدرت قرارات تنفيذية لإنصاف جرح التظاهرات وعادت تفعيل لجنة تقص الحقائق بشأن قتلة المتظاهرين وبعد 47 عاما من الحرمان نجحت حكومة السوداني بإنصاف الأيزيديين بتمليك أراضيهم في سنجار إلى جانب إغاثة النازحين بالمخيمات تمهيدا لإعادتهم لمناطقهم وللمرة الأولى على مر الحكومات المتعاقبة أنشأت حكومة السوداني فريقا ميدانيا للجهد الهندسي والخدمي عمل على 26 مشروعا في بغداد والديوانية وميسان والمثنة لنتابع جزء من حالة الاضطراب السياسي للبلد كانت بسبب تردي الواقع الخدمي كمنها جوزاري وضعنا الخطوط خدمات سريعة لازم ننزل خدمات سريعة وأسسنا وشكلنا الجهد الهندسي جمعنا الآليات من مختلف الوزارات والجزام الله خير الهيئة الحجد الشعبي هم أول من قدم آلياته وملاكاته ومده يعملون معانه راح نركز على المشاريع لنسبة إنجازه 70 فما فوق وندخل عليها من خلال لجنة فنية قانونية مالية تحدد مشاكل المعاوقات والإيقاف إذن كنا معكم في شرح تفصيلي حول إنجازات حكومة السوداني خلال المئة يوم الأولى من عمرها شكرا لكم